سلام القدس عليك سلام القدس عليك تفضل يا سيد السميح الاقتدار هو التعبير الأدق تعريفا لهذه الغارة التاريخية وهي درس في سمو الأخلاق والممارسة النبيلة والفروسية في الحرب درس من إيران الإسلام إلى العالم وإلى أولئك الذين يدعمون هذا الكيان المارك والذي يتكن فن قتل الأطفال والنساء وهو أيضا درس لهذه الإنسانية البائسة المبتلى بتغول وطغيان سرديات الجبناء وأشباه الرجال في كيفية القتال الرجولي الإنساني النبيل الشجاع مقارنة بالكيفية التي يقاتل بها الجبناء المنبوذين فالاستهداف كان عسكريا ولم يسجل أي استهداف لكينونة مدنية ولم يجري التذرع بارتكاب الآخرين للمعاصي لتبرير ارتكاب المعاصي فليرتكب هذا العدو ما يشاء من استهداف للبعثات الدبلوماسية وللكنصليات والسفارات ولن يجرنا إلى هذه المنطقة لا أخلاقية أبدا فارتكاب الآخرين للمعاصي ليس ذريعة كيما يجنح الواحد منا لارتكاب هذه المعاصي درس ليتذكره الجميع في السمو الأخلاقي الإنساني فلو كان الإيمان منوطا بالثرية لتناوله رجال من فارس أو هكذا قال الرسول الأعظم بل هو ربت بيده الكريمة على ظهر سلمان الفارسي قائلا في نهاية الزمان سوف تنصر أمتي من قبل قوم هذا أما المضحك المبكي في هذه الإنعطافة التاريخية وهذه المملكة من ضمن ممالك وإمارات أفريات أقيمت بالمصطرة وعلى القياس كيما تكون خط الدفاع الأول على الكيان الصهيوني ولحماية حدوده الأطول هذا هو الدور الوظيفي بالضبط لهذا الكيان الملحق نزوم المشروع الاستعماري الصهيوني ولن تجدي كل تلك البهلوانيات والتظاهر المضحك بالوطنية وبالحرص على أي قيمة عروبية أو إسلامية أو حتى إنسانية هذا العرش يكتسب مبرر وجوده من خلال التخديم المطلق لهذا المشروع الإحلالي المارك ولينطط ملكه وزبانيته كيف يشاءون فالحقائق بائنة كالشمس في رابعة النهار لا ينكرها إلا الأعمى الذي ارتضى أن يحظى بالعمى الطوعي وبإلغاء العقل حتى درجة الخبل والهبل لقد سلمت الضفة الغربية بعد بصرحية المشاركة في حرب 67 تماما كما سلمت اللد والرملة في حرب 48 من قبل الجنرال بيك الإنجليزي الذي كان قائدا للجيش العربي قبل أن يخلفه الجنرال جلوب باشا الإنجليزي أيضا كقائد للجيش العربي الأردني بعد مصافحة حميمة مع قائد العصابات الصهيونية والبارحة تتصدى صواريخ الباتريوت من الأردن قط الدفاع الأول للدفاع عن إسرائيل لصواريخ ومسيارات إيران واحد من الأدوار الوظيفية للمملكة الهامشية هل سيتصدى الخصاونة بأن في ذلك كما نفى أن كوافل شاحنات الغوف أن كوافل شاحنات الغوف للكيان المجرم تمر عمر الأردن إلى داخل الكيان وكل العالم يرى ويسمع ويشاهد بالصوت والصورة هذا المدد الذي يتدفق لنجدة الكيان وإعانته على ذبح أبنائنا وأطفالنا ونسائنا في غزة على من تضحكون أيها الأوغاد لا أستبعد أبدا أن يكون الترويج لفضائلية المثلية ومكبوليتها يندرج في إطار أجندة صهيونية أوليغارشية لإتاحة المجال للمثليين ليكودوا شعوبا في أوروبا والشرق الأوسط حتى يكونوا أكثر مطواعية في يد القيادة الخفية الصهيونية الأوليغارشية فالمثلي بطبيعته مطواع غير مقاتل يمتثل لما هو مطلوب منه بسلاسة وهدوء وأريحية ولنا في مكرون والسوناك والشولز وكثير من حكام أمتنا أمثلة صارخة على ذلك سلام القدس عليكم وسلام القدس عليك شكرا يا سيد السميع